هناك كثير يسألون كيف سيكون مصير أويحيا وأين الحرب على الفساد المعلنة بلا أدنى شك أن الحرب على الفساد في الجزائر هي أشخطر معركة بعد معركة مع الإرهاب يجب أن نفهم هذا والفساد لا يختزن فقط في أويحيا وبعض الوزراء بتفليق الفساد تجذر في الدولة الجزائرية إلى أبعد الحدود فتجده عند حارس بلدية وتصل به من الغفير إلى الوزير من الفقير إلى الغني الفساد تجذر وصار كأنها ثقافة شعبية في المجتمع حتى أبسط الأشياء تروح تقضيها يقول له تعال نشرب لك قهوة صارت ثقافة في المجتمع وللأسف الشديد هذه ثقافة تعود سلبياتها على الدولة وسلبياتها على المجتمع لذلك الحرب على الفساد معركة طويلة 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 جدا وهي من أشرص الحرب وأنا أجزر بأن هذه الحرب ستدفع ثمنها بعض الرؤوس واذكروا كلام جيدة هناك صراعات كبيرة داخل الأجهزة هناك صراعات مع فلول العصابة وشبكاتها وجذورها داخل المجتمع وداخل الدولة الدولة تم إفسادها على مدار عشرين عاما على الأقل معناها اللي ولد في التسعة وتسعين أنهى دراسته في تسعة وتسعة وتسعة عشر مع الحراك الشعبي يعني ولد وتربى ودخل مدرسة ابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة كلها في حكم بتفليقة الفساد اللي ضرب المدرسة وضرب الجامعة وضرب كذا كذا خرجنا جيل ممسوخ ثقافيا وأخلاقيا بلا أدنى شك هذا لا نعمم طبعا ولكن نسبة كبيرة وتعلمون أن هذه النسبة الكبيرة عندما تكون فاسدة أخلاقيا حتى لو تكون نسبة صغيرة نعم حتى لو تكون نسبة صغيرة داخل المجتمع سيكون تعليقات تأثيرها سلبيا وتذر بالمجتمع على فضل أن تكون ها نسبة كبيرة ونحن نرى نسبة ارتفاع عدد الجرائم في المجتمع نعرف عدد المساجين الذين يترددون الملفات التي لا تحصى ولا تعد الموجودة في المحاكم طبيعة الجرائم التي بلغت درجة من اللا أخلاقية التي لا يمكنها كل هذه الأمور دلت على أن ما مورس خلال هذه الفطرة كلها هو إفساد حقيقي للمجتمع وهذا الإفساد مارسه هؤلاء الذين ما زالوا رغم كل ما تعرض له رغم نهاية مشوارهم ما زالوا يرون أنفسهم أنهم سيعودون من الباب الواسع بعدما يطرد الذين يحاسبونهم من الباب الضيق هذه قناعة وهذا الذي يجري العمل به لذلك نرى الأمور مشت على عدة محاور هناك محور محاولة إفساد الحراك الشعبي وتحويله من حراك شعب من أجل قضية قضية تغيير حقيقي إلى حراك طائفة وحراك جماعة وحراك عرش وحراك منطقة لأجل أهداف لا تتماشى مع ثقافة العامة للمجتمع الجزائري ولو ما هوية الشعب الجزائري وهو ما أضرر الحراك الشعبي لذلك يريدون يجري الآن محاولة انزلاق الدولة إلى المواجهة وإلى الصراعات التي قد تصل إلى داميا إلى تدخلات خارجية في الجزائر وهذا الذي تدفع له فلول العصابة وتريده يريده أويحيا لأن أويحيا يدرك تماما ويقول دائما على أنه سيأتي اليوم الذي سيأتي جنرالات الجيش إليه حيث يقبع في السجن ويحاورونه ودائما يردد على الطريقة التي ذهب بها اليمين زروان لما كان وزير الدفاع إلى سجن البليدة والتقى أنا ذاك مع شيوخ الفيس عباسي مدني وعلي بالحال صار يؤمن بهذه الطريقة ويطمأن أصحابه رغم كل الظروف اللي هو موجود فيها ويطمأن لا تقلقوا الأمور ستسير على ما يرام لأنه يعرف طبيعة الدولة من الداخل لديه كل المعطيات على الصراعات التي كانت قائم لديه معلومات كافية على فلول أو أذرع العصابة المالية والاجتماعية والسياسية والأمنية والعسكرية في كل القطاعات التي ما زالت موجودة خارج أسوار السجن لذلك بقي لأيحيا ريهان إما أن الجزائر يتعفن وضحة وتضطر السلطة إلى أن تحاور العصابة الموجودة في السجن من أجل تهدئة الأوضاع أو أن يندلع هناك صراع عنصري يتعلق ما بين منطقة القبائل بصفته الآن صار في السجن يتحدث بمنطق أنه قبائلي وما إلى ذلك من هذا المنطق وأن القبائل لا يمكن أن يتخلوا عن ابنهم ومن مثل هذه الأمور ولذلك يجري عملية محاولة دفع منطقة مثل القبائل وهي منطقة جزائرية أصيلة بسلبياتها وإيجابيتها بلا أدنى شك محاولة دفعها إلى صراع مع السلطة يأتي في إطار صراع أقلية مع أغلبية التي تسمح بالتدخلات الخارجية وتسمح بأمور أخرى أيضا تصاعد النزعة الإنفصالية في منطقة القبائل أو ربما حتى مناطق أخرى قد تأتي لاحقا وهذا الذي عندما تصير الدولة مهددة في جغرافيتها مثلما هي مهددة في ديمغراطفيتها يرى أويحيا أن رحلة الاستشهاد السياسي التي يسميها ووضعها بين قوسي معناها أنها مفتوحة على استشهاد نهائي أو أن استشهاد مؤقت تحدث بعده العودة لذلك يجري الآن هناك رهان على كل هذه الأحداث من أجل أن يعود أويحيا أويحيا إلى يومنا هذا رغم كل الأحكام التي سلطت عليه لا زال يؤمن إيمانا عميقا بأنه سيعود ويعود بقوة وأن الذين تسببوا في توقيفه وتسببوا في كل ما حدث سيحاسبون وفي مقدمتهم الرئيس عبد المجيد تبون الذي أصلا كان وزير أويحيا مسؤول عليه وبعد ذلك صار هو وزير أول وتسلم منه أويحيا الوزارة الأولى واستمعنا كيف الرئيس تبون عندما كان وزير أول كيف مدح أويحيا وأويحيا كيف مدح تبون وهنا طبعا هذه كلها بروتوكولية بلا أدنى شك أمور بروتوكولية طبيعي جدا أنه وزير أول يستلم من وزارة الأولى ويقول مثل هذا الكلام ولكن فيما شهدها في النفسية أويحيا أنه يصير أحد وزرائه الذي كان هو مسؤول عليه هو رئيس الجمهورية وهو يقبع في السجن في مثل هذه الظروف أعتقد بأنها تؤثر عليه كثيرا 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 جدا وليس له رهان آخر إلا أن يضع نفسه دائما في فطرة أو في وضع المستشهد السياسية إلى إشعار الأخرى